بداية كلامنا بقى في موضوع ضربة الشمس هيكون بالتعريف ايه هي ضربة الشمس؟ ضربة الشمس تعريفها الطبي هي ارتفاع سريع في درجة حرارة الجسم وهي حالة مرضية خطيرة حطوا تحت خطيرة دي بقى عشرين خط وضربة الشمس بتحصل بسبب ممارسة نشاط أو عمل شاق في الحر تمام؟ أو بسبب البقاء في مكان حار لفترة طويلة يعني حتى من غير ممارسة نشاط والحقيقة فيه عوامل خطر ممكن تخلي الإنسان يصاب بضربة شمس أكتر من غيره يعني فيه عوامل كده بتخلي فيه ناس ممكن يصابوا بالحكاية دي أكتر من غيره زي ايه العوامل دي؟ أول عامل هو السن وفي السن طالما تكلمنا عن السن إبقى هنتكلم عن الأطفال الأطفال في السنوات الخمسة الأولى من عمرهم بيكونوا معرضين بكثرة جدا للإصابة لقدر الله بدربات الشمس وده سببه أنه بيكون فيه ضعف في قدرة الجهاز العصبي عندهم على التكيف مع تغير درجات الحرارة أنا هنا بتكلم عن حرارة الجسم حرارة الجسم في حالة ضربة الشمس بتتأثر بشدة بارتفاع درجات الحرارة في المكان اللي موجود فيه الأطفال أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن إحنا موجود عندنا في أجسامنا ثيرمستات مراكز لضبط درجة حرارة جسمنا إنها تكون ثابتة تمام؟ علشان لما يبقى الجو حر أو الجو برد يفضل درجة حرارة الجسم من الداخل ثابتة الأطفال بيكون عندهم النظام النظام الضبط ده مش متطور للدرجة الكبيرة يعني بيتطور مع مرور الوقت فعشان كده لقدر الله لقدر الله بيكونوا عرضة لهذه الحالة والحقيقة أنا في النقطة دي عايز أقول كلمة عن الأطفال اللي بيقضوا ساعات طويلة جدا على الشواطئ مثلا في الأجازات أو حتى في النوادي أو الشوارع أو الحدائق يعني تحت مسمى إن إحنا في أجازة وأهليهم يعني بيسمحوا بده وده غلط لأنه مش معنى إن إحنا في أجازة يا جماعة اللي هي أجازة الصيف يعني اللي هي ما فياش مدرسة إن إحنا نتمادة كده في الجلوس في الأماكن الحرة وأنا بقول لكه هو سواء مش بس شواطئ نوادي حدائق كل حاجة بالمعقول بتبقى كويسة برضو فيه نقطة تانية في غاية الخطورة يعني أنا النقطة اللي أنا لسه بتكلم فيها دي الحقيقة أنا بشوف أطفال يعني اللي هم من أول ما بيصحوا كده تلاقيهم بالساعات ست ساعات سبع ساعات تمان ساعات برا وده غلط ترجمة نانسي قنقر